عفو بداية وفي بداية 2020-2021 هل كنتم متخيلين أن الجزائر تصل لهذا الرقم من الصادرات 5 مليار دولار في التسعة الشهر الأولى ومن المتوقعين نصل الرقم إلى 7 مليار دولار خلال 2022 كيف؟ قبل التحدث في هذا المجال بخصوص هذا اليوم الوطني للصحفاء أتمنى لجميع الصحفيين وجميع القناة يوم وطني ونتمنى لهم أكثر نجعة وازدهار في المستقبل والدور الذي تلعبه للصحفاء خاصة في الجانب الاقتصادي أنا أظن عندها مهمة حساسة ويحتاجها المتعامل الاقتصادي وتحتاجها للإدارة المركزية إن شاء الله نعم وهو كذلك بخصوص الأرقام الجميع يعلم بعد الاستقلال في أغلب المرحلات كانت تصدير من النفط ولا أحد كان يظن أن يوم من الأيام يعني تكون وسيلة ثانية هي تصدير خارج المحروقات في بداية عندها سنة أو ثلاثة القراءة الاقتصادية الجديدة يعني في عهدة رئيس الجمهورية هذا مجيد تبون كانت رؤية كانت البحث على حلول خاصة بعد مرحلة 2019 أين عانى العالم على أمور بسيطة لم يجدها كان يجب اتخاذ إجراءات صارمة وأنها تكون رؤية اقتصادية مستقبلية ثمار جميع يعلمها حد واحد ما ينكرهاش باللي كانت مبلغ لبس بها والمنتظر أكثر خاصة بعد تفعيل قانون الاستثمار الأخير بنصوصه التطبيقية وفي يوم عشرين عشرة تم يعني الهيكل اللي كان تحتاجها العملية الاستثمارية اليوم نظن عشر ملايير دولار دي مليارد دولار عشر ملايير دولار أنا نظن من الممكن جدا أن تحقيقها ولما أكثر ولكن في رأينا البسيطة على حساب المعاملات أنه نظن المرء يجب محاربة أكثر يعني رأينا محاربة لصوفاكتيراسيوم باش ما يكونش الخزينة العمومية يعادة الفوترة يعادة الفوترة مهم الإسراع في تسهيل الاستثمارات خاصة اليوم كل شي جاهز فيما يخص الاستثمارات تبقى الفاعلية على الميدان ونظن المجال الفلاحي هو اللي قادر يكون فيه أكثر نجاعة ويكون تسويق تعافي أقرب الأجال وصناعة تحويلية جميل جدا أعتقد أن الخبراء قسموني الرأي في هذا الموضوع بالتحديد أن الاقتصاد الذي يعتمد على النفط وعلى الريع البترولي هو اقتصاد ضعيف عرضا للتقلبات في الأسواق الخارجية وهذا ما أثبتته السنوات الأخيرة والجزاء الأعتقد استفادت من هذا الدرس وقال خلاصتك نمش في الصناعة وفي التجارة خارج المحروقات نبدأ مع الصناعة في رأيك أستاذ شباب طيب على ماذا يجب أن نركز في الصناعة بالتحديد في الصناعة نظن الخبرة من بعد الاستقلال الجزائر توجهت للصناعة الثقيلة صحيح ولكن التجربة كانت صعبة لم تكن مرافقة بالصناعة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي كانت قادرة تدير المناولة وتمد الإضافة اليوم تشوف الاقتصادات التي نجحت وكانت عندها نجاعة اليوم التوجه للبحث على إنشاء على الأقل مليون حتى المليونين مؤسسة صغيرة ومتوسطة والجزائر الله يبارك رهي قارة وهذا الشيء ممكن بالترسل القانونية الموجودة ودائما مثل القانون الاستثمار هذا اللي على الأقل يكون عشر سنوات والرؤية اللي يشوفها رئيس الجمهورية وسلطات التنفيذية أنا أظن هذا الشيء ممكن ممكن عادي أنه نتوجه إلى صناعة خفيفة تكون بداية لصناعة ثقيلة لحق هناك شروط تبقى ما تكلمنا شي حتى اليوم على الجانب في كل استثمار يجب تمويل الاستثمار أكيد أكيد جميل جدا طيب خليك معي الأستاذ طيب شباب رئيس الغرفة الجزائرية لأتجارة وصناعة مشاهدي الكرام خليك نوصل أخبارنا مشاهدية الأفاضل بالنقاش الذي خصصناه للحديث حول صادرات الجزائر والتوقعات بأن تصل هذه الصادرات خارج المحلوقات طبعا إلى عتبة العشر مليار دولار خلال سنة 2023 فيه من يقول أنها ستصل إلى ثلاثين مليار دولار مع نهاية سنة 2030 سيد طيب شباب رئيس الغرفة الجزائرية لتجارة أهلا وسهلا مجددا خلينا نعترف أن الجزائر وقعت في أخطاء ثابقا وشي أبرز هذه الأخطاء كيف يمكن أن نستفيد منها في رأيك؟ أنا أظن الجزائر اليوم بالقيادة الحالية من عاوشة نرجع لنفس الأخطاء ولكن لنؤكد على بعض النقاط اليوم سلطات المركزية السياسية دارت الجانب التنظيري وهو القانون الاستثمار نصوص تطبيقية اليوم في 20 أكتوبر افتتح الوزير الأول يعني المرحلة الشباك الذي كانت تتشينه تاعة الاستثمار الخارجي والاستثمارات القوية لتفوت 2 مليار دولار أنا أظن من المرحلة النظرية إلى المرحلة التطبيقية اليوم واليوم الشيء يطلب الرئيس المهورية هو التطبيق خاص النتائج المرجوة هي في 2023 كما كان متوقع أنها 2022 تكون سنة الإقلاع على الإقتصاد بقي شهرين أنظر كافية لبعض النقاط اللي تكون لمنها البونوك لهم تكلموا عن البونوك مهمة كل استثمار لابد تكون قراءة صحيحة ومدى بنا في البونوك يكون حتى هي عندها والاهتمام بجميع الفاعلين والمستثمرين والإجابة كي تكون فيها قبول اللهم بارك كي لا يكون فيها قبول يكون فيها حتى لماذا لم يكن هناك قبول يعني الفعل الاستثماري يلقي يكون عندها الفكر هو في مجانب الإدارة هو إلا حل حلة يعني المعيقات التي توجه أمام المستثمرين والمرافقة الفعلية للمستثمرين لكون المستثمر هو الأدات الحقيقية في المستقبل هو اللي يخلق الصروة والتشغيل جميل الأخطاء اللي تكلمنا عنها في الماضي اليوم الجزائر الجميع ما شاء الله قارة نعم اليوم الخبراء جغرافيا وثاريخيا وديمغرافيا كذلك كل خير موجود الرؤية اللي كانت التجربة اللي فاتت اليوم جزائر كبيرة قارة ومختلفة فيها خيرات كبيرة فيها نعم إمكانية التصنيع تكون قوية في الجزائر نعم مئتين متعامل اقتصادي ولا خمسمائة متعامل اقتصادي وعمرها ما قادرة تكون تبني ولا تكون لا في الجزائر لا غير الجزائر اقتصاد كما يبحث عليها رئيسة المهورية اقتصاد الدولة نعم اقتصاد الأشخاص هذا مرحلة فاتت كان اللي كان نتعلم من الدروس صح اليوم يليك تحرير المبادرة لا بغينا نديره اقتصاد تعالدولة تحرير المبادرة وتسوية تساوي الفرص المسؤولين وحتى المستثمرين جميع وجهة الأعمال تساوي الفرص تساوي الفرص يعني كل واحد يكون عندها المبادرة يكون عندها في نفس في نفس الخانة كجميع المستثمرين في 58 ولاية احنا متأكدين بالرؤية الجديدة ان عشر ملايين دوران اللي يتكلمون عليها غدا تفوق كما كان للخباراء اكتر واكتر انا نظن لو كان يكون كاين اقلاع وما عندنا الشك في هذا الشيء يكون كاين بدائل على النفط في المساقب القريب جميل جدا طيب باقي حوالي شهرين لسنة 2023 وش هي أبرز النقاط اللي تشوف أنه الجزائر لازم تركز عليها باش تكون انتلاقة موفقة في 2023 في هذه الشهرين انا نظن لو كان يكون اعادة النظر في البنوك وخاصة اننا نتكلم عن البنوك العمومية للدولة الجزائرية هي اللي ترافق حتى البنك اللي يرافق بجدية ما يبقاش بنك يعني عادي ما دابنا بنك يكون تعمل مرحلة هادي لكي لا يكون خلل في تكسير هذا النهج وهذا الرؤية الاقتصادية خاتش في كين تكلمو على الاستثمار الاستثمار بدون بدون مال موارد مالية منجموش تكلمو على الاستثمار نعم طيب وفي كذلك مشكل آخر ريؤلق الكثير من المستثمرين والصناعيين ورجال الأعمال الإدارة شباب طيب هل ترى أنه الإدارة نجحت في مواكبة هذا النقلة الاقتصادية أم لازم نعود النظر كذلك في السياسة الإدارية الإدارة كانت معضلة نعم وفي القانون الاستثمار كين بنت يتكلم على عقوبة الناس لتعرقل الاستثمار يعني احنا كغرفة تجارة والصناع ولكم متعاملين اقتصادين أن نشوفوا بالإدارة لابد عليها ومحتم عليها أنها ترافق المسعى الاقتصادي الجديد حتمية وهذا هو الدور اللي كنا نتكلموا عليها الإعلام الإعلام الاقتصادي هو اللي عندها الدور الكبير أنها يشوف لكن التعليمات الأفقية راية يعني راية تهبط حقيقة في الميدان ولا لا الإعلام في كل بلدية عندها قيمة في كل ولاية باش يكون تواصل والمعلومة تروح للسلطات التنفيذية باش يعرف المعلومة هبطت والتوصية ترى عرض الميدان ولا صح طيب سي شباب طيب كذلك نتحدث عن المسؤولين المحليين عن الولات عن رؤساء الدوائر عن رؤساء البلدية وشو المطلوب منهم اليوم في تدعيم الصناعات لتدعيم المستثمرين على المستوى المحلي على الأقل اليوم مرحلة محليا المرحلة اللقاءات المتعددة برجان الأعمال أنا نظر تعليمات راها صارمة يعني للولات والرؤساء البلدية والجميع أنه يرافق المتعامل الاقتصادي اليوم حتى في القانون تعلب البلدية وليلاية يعني من حتمية أنهم ينشطوا المناطق الصناعية الموجودة والموجودة بكثرة في جميع بلديات الجزائر يعني الجزائر من جهة صرفت ولكن ما كانش كين اتباع اليوم كين مرافق يليق تكون عندها حتى هي ترافق يعني كنت تكلموا على المطارات وعلى الموانئ يليق حتى هي ترافق الرؤية الجديدة الاقتصادية يعني خدمة 8 ساعات هذه في إدارة معينة ولكن ويتكون كين العلاقة مع المتعامل الاقتصادي حتى رؤية الجامارك مع القوانين الجديدة تعطي أكثر إنسيابية وتسهيل في المعاملات مع رجال الأعمال بصفة عاملة وهو كذلك طيب أستاذ شباب طيب الحديث عن اللوجيستيكة كذلك مهم النقل النقل الجوي البحري البري النقل بأسيكة الحديدية هل ترى أنه لازم نطوره كذلك شبكة النقل في خطوات عملاقة في مجال النقل عامين ولا ثلاثة مرت ما كناش نتوقع أنه يكون خطوط جديدة حتى الباخرة اللي تمشي للموريطانيا ولا تمشي للسودان اليوم كين رؤية جديدة كين حسيب اللي كين تخطيط كين توجه اقتصادي إفريقي ونظن عربي يليق العناية بهذا الأمر بجدية أنا نظن بعد ستين سنة من الاستقلال اليوم حان الوقت وكين القدرات كل شيء متوفر باش تكون كين انطلاقة وبناء اقتصاد جزائري كيف ستكون ستكون سنة فارقة في الاقتصاد الجزائري فارقة جدا نعم فارقة جدا أنا نظن هذه الشهرين اللي تبقات في نهاية السنة تبقى واحدة إعادة إدراج واحدة النقاط حتى نعود نأكد لك على البنوك نظن البنوك لو كانت رافق المرافقة الموجودة يعني والقشئينيك الموجود تعلي يكون عندك المعلومة على شهر يعني سنحس بلي كين طفرة اقتصادية في الست شهر اللولة من 2023 نعم وحن اللي محتاجينها اليوم حتى السلطات محتاجينها اليوم كل شيء مسخر وموجود باش ترجع الثقة حاجة سهلة في كل ولاية ينشؤ مشروعين أو ثلاث مشاريع في هذه المرحلة الجديدة باش الجاميع ترجع لها الثقة ويحس بلي كين كين رؤية ورؤية راها في الميدان صحيح اليوم لو كان من دلوش على أرض الميدان حقيقة ملموسة ما تكونش كينة انطلاقة خاص أمتديك لك صحيح نمتديك لك في الاستثمار محليا في كل الولايات مشروعين ثلاثة حتى في الزي دي يو يكون مشروع ولا اثنين ترجع حتى الرؤية في العالم يكون الرؤية اليوم القوانين في الجزائر كين انسيابية وكين سهولة لاستثمار والجامع عندهم يبحث الاستثمار في الجزائر على موقع وعلى عدة أمور شكرا جزيلا سيد شباب طيب رئيس الغرفة الجزائية لتجارة والسناعة شكرا جزيلا على حضورك معي هنا في البلاطو وعلى كل هذه المعلومات شكرا لكم مرحبا فيك شهدي الأفاضي نواصل أخبار أنا غير بعيدا عن ذلك ضرورة العمل